بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباكم بكم في قناة افاق لتعلم لف المحركات الكهربائية اخوكم ابرهيم عبدالعزيز اذا عجبك الفيديو دعمنا بالشراك وليك وشير سنتناول باذن الله موضوع بعنوان لف محرك 18 مجرى 2 قطب 3 فازة قطوة اللف متداخل شاز التقسيم اي سرعة 3000 لفة في الدقيقة سرعة مجال 3000 سرعة دوران 2850 تحت 50 هرتس سنتناول باذن الله في هذا الموضوع كل من العمليات الحسابية القاصة بالمحرك والتقسيم وكطوة اللف وايجاد البدايات لهذا المحرك والتوصيل الداخلي لمجموعات كل الفازة ورسم الانفراد الذي يشمل جميع ما سبق اولا العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك نتناول اولا التقسيم تقسيم المحرك عن تقسيم المحرك نقوم بتقسيم عدد مجاري القطب الواحد عدد مجاري تحت القطب الواحد الساوي 18 مجاري وهو عدد مجاري المحرك على اتنين قطب وهي سرعة المحرك على تساوي معنا تسع مجاري لكل قطب ثم نقوم باجاد عدد المجاري الفازة الواحدة تحت كل قطب الساوي تسع مجاري على ثلاث اوجه هتدينا ثلاث مجاري لكل وجه تحت كل قطب هنا عدد سرعة المجموعة للفازة هتساوي تلات مجاري اللي هي عدد مجاري الوجه الواحد تحت الفازة على اتنين هتدينا واحد ونص ملف يجهزا المحرك عندي شاز التقسيم لحل هذه المشكلة نقوم بترحيل اضافة نص للمجموعة الاولى يجهزا عندي المجموعة الاولى اتنين ملف والمجموعة الثانية نلغو منها نص يجهزا هنا ملف واحد يجهزا هنا المعالجة ايه يتم توزيع الملفات مجموعة اتنين ملف ومجموعة واحد ملف لكل وجه يجهزا هنا قطوة اللف عندي للمجموعة التي تحتوي على ملفين المجموعة الاكبر هتكون واحد الى عشرة هي قطوة قطبية زايد واحد تسع زايد واحد هتديدين عشرة والملف الأصغر 1 إلى 8 أما المجموعة التي لها الملف الأصغر هتكون قطة اللف لها 1 إلى 8 نقوم ثانيا بإيجاد البدايات لإيجاد البدايات هنحسب الزاوية الكهربائية لأنه عنده هنا المحرك شاسع نحسب لزاوية الكهربائية لإيجاد الزاوية الكهربائية عنده عنصرين لإيجاد الزاوية الكهربائية أول شيء هي إيجاد الزاوية الكهربائية بين مجريين متجاورين وديها تكون مساوية 180 وهي زاوية القطب الواحد رقم سابت على 9 مجاري اللي هي عدد مجاري القطب الواحد اللي هي تسابق حسابها هتدينا 20 درجة طبعا المسافة بين كل وجه هي مسافة بين كل وجه سابت 120 تكون عندي الدائرة 360 درجة على 20 اللي هي التم حسابها هي الزاوية الكهربية بين مجرين متجاورين إذن هتساوي 6 مجاري التوصيل بين المجموعات هنا هيكون نهاية في نهاية لاني عندي المجموعات متجاورة للمحرك 2 قطب ونوع اللف متداخل طبعا الفيديو ده بناء على طلب للأستاذ باش مهندس محمود رفاعي ننتقل الى رسم الانفراد هنا في رسم الانفراد اول حاجة برسم 9 مجاري لقطب الاولاني هنلاحظ هنا اني عندي 3 الوان الازرق والاحمر والاخضر كل الوجه باللون طبعا هنا الوجه الازرق هنا لو لاحظنا حطينا مجريين في الاول ومجرة في الاخر طبعا هيبان معنا بيع بما نكون باسكاط او برسم السلاس الى القطب الثاني لو لاحظنا كده بدأنا من لون الاحمر هللاجي اخضر احضر هنا هنبدأ بالمحرك البداية هكون بفرق ست مجال بين كل وجه ويبدأ الوجه الواحد من اي مجرى هنبدأ من المجرى رقم واحد ويرمز له بيوم يوجد كده بداية الوجه الاول هنكون باسقاط اتنين سريل المجموعة الاولى بخطوة لف واحد عشرة واحد تمانية يوجد واحد عشرة واحد الى تمانية كده الملف الاكبر ثم الملف الازهر خطوة لف متداخل طبعا عندنا هنا في المجموعة الوحدة يقوم بتوصيل المجموعة الوحدة اي ان كان عدد سرياتها وعدد ملفاتها نهاية في بداية نهاية السرية الاولى في بداية السرية الثانية ومر الطيار في اتجاه واحد تبقى لقوانين لف المهركات هنكون باسقاط المجموعة الثانية بخطوة لف واحد الى تمانية واحد الى تمانية ونقوم بتوصيل بين المجموعات نهاية في نهاية لانه عندي المجموعات متجاورة ويمر الطيار في اتجاه معاكس هنا نهاية المجموعة الاولى من المجرى رقم تسع ونهاية المجموعة الثانية من المجرى رقم تمانية بعد التوصيل يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الثانية للوجه الاول او الطول الاول ويرمز لها بالرمز اكس وكده انتهينا من الوجه الاول عند بداية الوجه الثاني يكون بفرق ست مجاري هنا هترك ست مجاري من الوجه الاول من واحد الى خامة ستة وابدأ من المجرى رقم سبعة بداية الوجه الثاني ويرمز له بالرمز في وايضا هنا عندي لما يكون محرك شاس لابد ان يكون البدايات لنفس مجموعات لها نفس عدد الملفات او عدد السريات يوجد ايضا هبدأ بمجموعة لها ملفين يوجد كده هيكون ملفين ملف الاكبر واحد الى عشرة والملف الاصغر واحد الى تمانية يوجد كده اول مجموعة طبعا التوصيل داخل نفس المجموعة هيكون نهاية المجموعة السرية الاولى مع بداية السرية الثانية ثم نقوم باسقاط المجموعة الثانية للوجه الثاني بخطوة اللف أيضا 1 إلى 8 لاحظ كده هنا من 1 من 7 مجرى 7 للمجرى 6 17 إلى 6 كده فرق 1 إلى 8 خطوة لف هنقوم بتوسيل الوجه الثاني أيضا بنفس طريقة توصيل الوجه الأول نهاية المجموعة الأولى من مجرى 15 لنهاية المجموعة الثانية مجرى 6 ستة. يتبقى لدينا طرف هو بداية المجموعة الثانية للوجه الثاني وهي نهاية الوجه الثاني. ويرمز له بواي. كده هنبدأ بعد ما انتهينا من الوجه الثالث نبدأ الوجه الثاني للوجه الثالث. هنبدأ برضك ايضا بفرق ست مجاري. هنعدم ست مجاري واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. هنبدأ من المجرى لقم ترتاشر. الوجه الثالث. ويرمز له بالرمز دبليو. وايضا هنقوم باسقاط مجموعة الاولى تتكون من اتنين سرية بنفس خطة اللف واحد عشرة واحد تمانية. ادي هنا ملف الاكبر واحد عشرة والملف العظهر واحد الى تمانية. هنقوم بتوصيل داخل نفس المجموعة نهاية في بداية. نهاية السرية الاولى مع بداية السرية الثانية. ثم نقوم باسقاط المجموعة الثانية اللي التقون من ملف واحد. وتوصيل ايضا نهاية المجموعة الاولى. اللي هي من مجرى رقم ثلاثة. مع نهاية المجموعة الثانية. مجرى رقم اتناشر. يتبقى لدينا طرف وهو نهاية الوجه الثالث. وهو نهاية المجموعة الثانية. الوجهية لرمز له بالرمز. وبكلا يكون اكتمل شرح لف محرك. طمنتاشر. مجرى اتنين. قطب سرعة تلات لاف. شاز التقسيم. طبعا هنا في طريقة اخرى لطريقة كراون ولكن يفضل يعني تحويله لو عندك مهرك جاء لحضرتك بطريقة كراون ممكن تحول الخطوة متداخلة بنفس عدد اللفات واذا عجبك الفيديو دعمنا بالشراك ولايك وشير اخوكم ابراهيم عبدالعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته